الانوين التلاحم والأخوة والترابط إطار مميز للعلاقات السعودية الإماراتية على مدى خمسة عقود علاقات غير تقليدية تتعدى فيها الوشائج صندوق البروتوكولات الدولية وتظهر فيها ملامح علاقات إنسانية أبوية بين خادم الحرمين الشريفين والشيخ محمد بن زايد وأخوية بين ولي عهد أبو ظبي والأمير محمد بن سلمان معاني الأخوة والتحالف بين البلدين تجلت بزيارة أخوية قام بها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لجد الأربعة زيارة شهدت الإعلان عن الهيكل التنظيمي لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي مجلس جاء ليكثف من التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرسودة وصولا لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري وتحقيق رفاه مجتمع البلدين وليقدم أنموذجا يحتذا به للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك وبعضوية 16 وزيرا من القطاعات المشمولة في كل البلدين المجلس تأكيد متجدد لاستمرار قادة البلدين في المضي قدما لترسيخ العلاقات الأخوية ومنحها آفاقا جديدة على أسس استراتيجية استراتيجية العزم والتي أعلنت انطلاقة 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والمعرفية والسياسية والأمن والجانب العسكري وواقع الحال يؤكد رسوخ العلاقات الأزلية بين البلدين مستمدا صلابتها من جذور التاريخ في تواصل مع رؤى الحاضر والمستقبل والرياض وأبوظبي ستعملان معا دائما وأبدا من أجل دحر التحديات في ظل تطابق مواقف المملكة ودولة الإمارات صممال أمان للمنطقة اشتركوا في القناة